بخصوص هذا الوجه المختلف الذي تم التعامل به مع الجماعة الإرهابية في تركيا إعادة توقيف حسام الغمري رئيس التحرير السابق لقناة الشرق الإخوانية تواكبت مع الإفراج عن عدد آخر من قيادات الجماعة كيف تقرأ هذا الأمر؟ يعني أعتقد أن قراءة هذا الأمر بتشير إلى أن هناك مجموعة من الثوابت أو مجموعة من الضوابت التي طالبت بها السلطات التركية هذه العناصر الإعلامية الموجودة على أراضيها من قبل ومن وافق وتعهد بالالتزام بهذه الضوابت أفرج عنه ومن لم يلتزم واعترض أو خالف هذه الضوابت تم إعادة توقيفه مرة أخرى ولا ننسى أن حسام الغمري أعتقل ثم أفرج عنه ثم أعيد اعتقاله مرة أخرى وبالتالي يكشف أو يؤكد هذه الرؤية أن هناك مجموعة من الضوابت التي ينظر إليها على أنها محددات للعلاقة بين الجانبين وبالتالي هو لم يلتزم هو سعى إلى استخدام منصات التواصل الاجتماعي وإلى محاولة الدعوة لإثارة الفوضى في مصر ربما هذا كان مرفوضا من قبل السلطات التركية فأعيد اعتقاله مرة أخرى لكن أود الإشارة إلى جزئية مهمة حتى رغم إظهار وجه مختلف أو تبني السلطات التركية لمنهج مختلف جزئيا على الأقل في هذه المرحلة لكن هذا لا ينفي أو لا يلغي وجود احتضان وتبني كامل من قبل السلطات التركية لهذه العناصر بدليل أن السلطات التركية حتى هذه اللحظة ترفض تسليم أي عناصر أو قيادات إخوانية متورطة في ارتكاب جرائم إرهابية أو التخطيط لجرائم إرهابية في مصر ومطلوبة جنائيا أمام العديد من الدعاوة القضائية وبالتالي أيضا الدولة التركية أو السلطات التركية منحت الجنسية لبعض هذه العناصر وبعض هذه القيادات أيضا ساهمت وسهلت خروجهم من الأراضي التركية إلى عواصم أخرى والإقامة في عواصم أخرى وبالتالي حتى مع بعض التحول أنت دكتور أسامة كيف ترى أو كيف تقرأ هذه الخطوات المتناقضة نوعا كيف تقرأ هذه الخطوات المتناقضة نوعا ما بين الإفراج وما بين القبض من ناحية أخرى يعني أنا أعتقد أن هذا مؤشر واضح على وجود تزبزب أو وجود اختلاف جوهري في داخل هيكل الإدارة أو هيكل السلطات التركية نفسها هناك الحكومة وهناك الأجهزة الأمنية وهناك الدولة التركية العميقة التي تريد تحسين العلاقة مع مصر وتريد تحسين العلاقة مع الدول العربية وترى أن الإخوان والعناصر الإخوانية باتت عبئا على الدولة التركية وأنها لم تحقق من وراء هذه الجماعة سوى إفساد العلاقة وتوتير العلاقة مع العديد من الدول العربية المهمة في المنطقة في المقابل يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو وحده يقف في مواجهة كل هذه الأجهزة المعنية والسلطات التركية المعنية هو يعتقد بأن ورقة الإخوان ورقة مهمة بالنسبة لسياساته بالنسبة لمحاولة إيجاد أوراق ضغط على دول غربية ودول عربية محاولة تنصيب نفسه كزعيم لهذه التيارات وهذه التنظيمات الإسلاموية وبالتالي هو يعاند ويعارض فكرة تسليم هذه العناصر أو فكرة إخراج هذه العناصر من الأراضي التركية يرفض اتخاذ أي إجراءات صارمة ضد هذه العناصر لأنه يريد استخدامها على المدى المتوسط والمدى البعيد وبالتالي إذا هو وافق على النهج فيما يتعلق داخل الحكومة التركية فهو ربما يهدد مستقبلك أو صورته الزهنية التي يريد أن يرسمها لدى هذه الطيارات والتي أيضا يريد أن يكرسها لدى دول أخرى بأنه هو القائد وهو الزعيم وهو المنظم وهو الضابط لحركة هذه التنظيمات الإسلاموية وبالتالي هو يحاول أن يتعامل بعصى وجزرة يعني كما يقول التعبير أو المقولة المأسورة بالعصى والجزرة أحيانا مع هذه التنظيمات يمد لها يد العون يقدم لها الملازل آمن يوفر لها المنصات للانطلاق من أراضيه لكن عندما تخرج عن السيطرة أو تحاول أن تلعب بأدواتها الخاصة فهو يظهر لها بعض الشدة في محاولة لتلجيم أو إحكام قبضاته المهيمنة على هذه التنظيمات وبالتالي أعتقد فهمنا أو الفهم لي طبيعة العلاقة بين أردوغان وبين الدولة التركية وأيضا بين أردوغان وجماعة الإخوان لأنه في النهاية الرئيس التركي هو جزء من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وهو يلعب وفق هذا المفهوم ووفق هذا الدور أنه يريد أن ينصب نفسه زعيما لهذا التنظيم قائدا لهذا التنظيم الدولي